قوله تعالى وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ عندما تنزل المصيبة بالعبد ينظر الله تعالى إليه وإلى حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فتقول الملائكة نعم فيقول الله قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادَه الله الذي خلقك وخلق في قلبك محبة لولدك يعلم قدر ولدك عندك ومع ذلك أخذه وهو أرحم بك وبه منك يقول الله قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادَه فتقول ملائكة نعم فيقول الله فماذا فعل عبدي هل جزع انتحر شرب مسكرا لينسى ماذا فعل عبد كيف تصرف مع المصيبة لما نزلت عليه فماذا فعل عبدي والله أعلم بحاله فماذا فعل عبدي وتقول الملائكة حمدك واسترجع قال الحمد لله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد